الرسالة إلى الأمم حتى ينذر ويحذر المدينة أنه التوب ولما تكلم بكلمة الله بالفعل المدينة تابت والرب عفى عن هذه المدينة الأممية وأيضاً منشوف كيف الله يعني بمراراً وتكراراً بالعهد القديم بيتعامل مع بعض الشخصيات الأممية لأنه الله محبة لكن الغرض الأسمى هو في العهد الجديد اللي بيتكلم عنه رسول بولوس السر المكتوم السر اللي أعلن أنه كمان الأمم لهم نصيب فيه طبعاً وشركة مع شعب الله في القديم الله اختار شعب حتى يكونوا نور لكن لم يظهروا هذا النور في العهد الجديد يقول الكتاب أما أنتم جنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب